تعالوا بقى نروح لأجواء المباراة بشكل مختلف ونشوف الحكم اللي هيدير المباراة يستعد الحكم الدولي خوسيوس فالنزويلا للظهور الأول في كأس العالم للأندية عندما يدير المواجهة المرتبقة بين الأهلي والتحاد جدى السعودي كشف الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا عن إسناد مباراة الأهلي والتحاد جدى لتقم تحكيم من فالنزويلا بخيادة خوسيوس لفالنزويلا ويعاون فالنزويلا كل من خرخ أوريجو حكم مساعد أول وتوليو مورينيو حكم مساعد ثاني وكاميل كاريك حكم رابع والفائز من مواجهة الأهلي والتحاد جدى سيواجه طبعا فولمانسي البرازيلي يوم 16 ديسمبر الجالي لكن هقول لكم معلومات مختصرة كده يعني عن هذا الحكم الفالنزويلي خسيوس لفالنزويلا اللي هيشارك لأول مرة في تاريخه بكأس العالم للأندية الحكم ده أدار في كأس العالم في قطر 22-22 مباراة إنجلترا وأمريكا اللي خسرت 0-0 مباراة فرنسا وفنلندا اللي خسرت 3-1 لمباراة فرنسا أدار مبارتين في كأس العالم وأدار عشر مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم من بينهم ثلاث لقاءات مهمة في سنة 2023 اللي هم تشيلي وكلومبيا 0-0 الأرجنتين وبروه 2-0 الأرجنتين وبراجوي وكلومبيا اللي انتهت 1-0 لكلومبيا شارك في ثلاث مباريات في أولمبياد توكيو 2020 اللي هم اليابان وجنوب أفرقيا فازت اليابان 1-0 ورومانيا وكوريا الجنوبية فازت كوريا الجنوبية 4-0 ولقاء ربع النهائي بين أسبانيا كوتفور طبعا اللقاء الشهير 5-2 لأسبانيا خاط خسيوس بلانزويلا 268 مباراة بمختلف المسابقات أشهر 1300 بطاقة صفراء انت متخيل الرقم 1300 بطاقة صفراء و42 بطاقة حمراء مباشرة واحتسب 70 ضربة جزاء بحسب ما ذكر موقع ترانسفير ماركت طبعا يعني باقتصار كده الحكم ده مكنة كروت صفراء وحمراء نتمنى انه دير مباراة بحيادية كاملة ويطبق القانون ويدي كل فريق حقه ونشوف مباراة من الفرقتين بدون مشاكل تحكمية لان في النهاية دول أشقاء لكن مهم جدا اللي عابتنا تعرف المعلومات دي لان التعامل مع الحكام اللي هم قراراتهم سريعة في انه خرج كارت ده بيكون بحضر شريط جدا ولازم نبقى عاملين حسابنا ان الراجل ده سهل بالنسبة له انه طلع كارت فيبقى كمان في اللعب واخدين بنا في الالتحامات في الحاجات من غير الكورة ما نعملش الكلام ده حكم واضح جدا من الفيد باك اللي جاي لنا عنه والمعلومات اللي جاي عنه انه هو حكم اجريسف جدا وقرار انه يطلع الكارت ده سهل مش بيتردد مش بيحذر مش الكلام ده كله فناخد بالنا من المعلومة دي